اشتركوا في القناة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الانشائية بالمتحف خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة كما وجه سيادته برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاجتماع تناول متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الرهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية مشددا سيادته على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة وقد عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021 فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية